في وقت مبكر من صباح يوم الأحد نفذت المقاتلات الأمريكية أحد عشر غارة على محافظة البيضاء وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أعقب ذلك إنزال عشرات من عناصر القوات الأمريكية من مروحيات أباتشي دهموا منطقة يكلا ثلاثة اشتباكات عنيفة لنحو ثلاثين دقيقة استخدم المسلحون خلالها المدفعية الثقلة كانت النتيجة مقتل خمسة وثلاثين شخصا بينهم عبد الرؤوف الذهب والشقيقه سلطان الذهب وعبد الإله النمس وآخرون يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة كما أسفرت العملية عن سقوط تسع نساء وثلاثة أطفال كانوا داخل المنازل التي تعرضت للاقتحام أبرزهم طفلة أنور العولق الذي قتل في غارة أمريكية في العام 2011 والبالغة من العمر ثمانية أعوام حيث كانت تعيش في منزل خالها وهو أحد أفراد عائلة الذهب كما خلفت العملية دمارا في عدد من المنازل مصادر إعلامية أكدت أن الرئيس الأمريكي الجديد تونال ترامب أجاز العملية فيما أعلن البنتاجون مقتل جندي أمريكي وإصابة ثلاثة آخرين أكد البنتاجون أيضا سقوط مروحيتي أباتشي خلال العملية وإصابة قائد إحدى المروحيتين القوات الأمريكية عادت للمنطقة وقصفت طائرتين الأباتشي التي سقطت ما أدى إلى احتراقهما ليست هذه المرة الأولى التي ينفذ الجيش الأمريكي فيها عمليات إنزال عسكرية في اليمن فقد سبقت عمليتان في شبوه وحضر موت